من جديد حذرت دائرة الرقابة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام من أي مخالفة على مستوى الفروع لأحكام النظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه التنظيمية منوحة بتطبيق الإجراءات والجزاءات التي تقرها هذه اللوائح التحذير يأتي عقب إصدار الرقابة التنظيمية للمؤتمر تعميما للحاطة بضرورة التزام رؤساء فروع المؤتمر بالنظام الداخلي فيما يخص الاجتماعات والبيانات ضمانا لسلامة موقفها التنظيمي والقانوني أي تصحيح لأي أخطاء يجب أن يكون عبر الأطر القانونية في المؤتمر الشعبي العام المؤتمر سيظل الحصن الحصين الذي يحمي اليمن ووحدة اليمن تجديد الدائرات التنظيمية للمؤتمر الشعبي التنبيه جاء هذه المرة بصيغة تحذير على أثر عقاد اجتماع في عدن بالمخالفة للنظام الداخلي ولوائحه وإصداره قرارات تفتقد المشروعية التنظيمية والقانونية الدائرة التنظيمية للمؤتمر الشعبي عدت هذه المخالفة للنظام الداخلي ضمن المحاولات البيسة التي يقوم بها البعض لشق صفوف المؤتمر الشعبي وأكدت أنها ستفشل ولن تستطيع المساس بوحدة وتماسك المؤتمر مصدر في الدائرة التنظيمية أكد بطلانا ما صدر عن الاجتماع المنعقد في عدن بطلانا كاملا مشددا على أن قيادة فرع المؤتمر الشعبي في أبيان باقية كما هي برئاسة أحمد ناصر جرفوش نحن في المؤتمر الشعبي العام محافظة أبيان سنظل أوفيه للمؤتمر الشعبي العام لأن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الذي يغود اليمن إلى بر الأمان الاجتماع المنعقد في عدن يأتي عقب عقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي اجتماعها في الثامن من نوفمبر واتخاذها قرارات تنظيمية لبث الروح في تنظيمه وانتشاله مما وصفته بحال الشلل التام ظل شغل رئيس الجمهورية منصبي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي والأمين العام عامل كبح للمؤتمر على المستويين السياسي والتنظيمي بفعل انشغال الأمين العام بمهمات رئاسة الدولة ومن ناحية ثانية من جراء استغلال الأطراف السياسية المعارضة سابقا الحاكم لاحقا صفة رئيس الجمهورية الحزبية في ابتزاز المزيد من المكاسب السياسية بدعوى صون الوفاق وتيسير الانتقال السياسي أخيرا وجد المؤتمر الشعبي نفسه أمام اقصاء غير مبرر في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مثل ما جرى اقصائه من مقاعدها ليعلن انسحابه إلى المعارضة كرديف أساس للديمقراطية لكن هذا الموقف لم يرق لقوى وأطراف تدرك أن المعارضة ستزيد المؤتمر الشعبي قوة تضاف إلى شعبيته الجماهيرية خصوصا أنه التنظيم الوحيد الذي ينادي لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بدأت هذه الأطراف محاولات لشقي صفوف المؤتمر الشعبي عبر الدفع ببعض أعضائه بالترغيب والتقريب إلى عقد اجتماعات وإصدار بيانات لا تعبر عن هيئة المؤتمر ولجانه التنظيمية المخولة وتتعمد مخالفة لوائحه تصاعد وتيرة ما يسميه إعلام الأطراف نفسها بالانشقاقات ويعده مراقبون ضربا من محاولات الابتزاز السياسي الداخلي باستهداف تماسك بنيته التنظيمية وقاعدته الشعبية العريضة مع اتخاذ أمانته العامة قرارا حاسما تمثل هذا القرار الذي ظل مجمدا لسنوات في بداية تحضيرات لعقد المؤتمر العام الثامن لتنظيمه بوصفه كان وسيظل الحل العملي الأمثل لتجنب التعرض لابتزازات أو عثرات والتغلب على التحديات يبقى المؤكد جدية اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي وأمانته العامة في غاية تفريغ رئيس الجمهورية وتحرير إرادة المؤتمر وقرار التنظيمي بما يحفظ دوره الريادي في صون مصالح الوطن العليا وثوابته الوطنية